اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او معلاء او اي حاجة وننزل اللي في الحروف علشان هوريكو دلوقتي ان انت انا شغالة بالمضرب اهو ولكن لما ايجي اشتغل بالسبازولا او ان انا اجيب الحاجات اللي على الجناب هلاقي اني لسه في دقيق موصل لهوش المية والبيت هنشوف دلوقتي ودي خطوة لازم تعمليها شايفين عشان تبقي خطي كل المقدار بتاعك من الدقيق تمام عايز اقولكو بقى على حاجة فيه سبونش بتجيبيه وتلاقي ان هو ما بيرتفعش يعني بتعود تضربي فيه كتير برضو ما بيرتفعش فانتي في الوقت ده لازم تستخدمي معايا محسن كيك معلقة كبيرة من المحسن الكيك وطبعا انا حطيت نسيت اقولكو ان انا حطيت معلقة من الخل هنا بقى في صانية مقاس 22 هدهنها كده وهحط فيها في القاع بتاع الصانية هحط ورق زبدة وهدهن جنب الصانية كده بالزبدة تمام اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعال الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ادي القوام بتاعنا شايفينه عامل ازاي هحطه بقى في الصانية كده وهحاول ان انا يعني اساوي الوش بتاعها علشان بقدر الامكان تطلع معاك مستوية هخبطها بقى كده فوتت مطبخ وهحطها كده على الرخيمة وهخبط فيها كده علشان اطلع منها اي فققيع او حاجة وبعدين احطها الفرن وتطلع معانا بالشكل ده قعدت في الفرن ساعة طلعت بزلومة بس ما فيش مشكلة الوش ده ما يجراش اي حاجة يعني هي مش محروقة ولا حاجة تعالوا بقى نعمل مع بعض الجناش اللي هنزوق به حطيت نص كباية من اللبن وربع كباية من الزيت يعني بما يعادل ثلاث معالق وحطيت معلقتين من كريم شنطي الخام هقلبهم كويس مع بعض وهاخدهم على البتجاز يسخنوا كويس قوي مع بعض وبعدين هنزل باربعين جرام من الشوكولاتة طبعا انا بشراها مش هي دي كلها انا لسه هحط الباقي وبعدين هقلب فيهم لحد ما يضوب خالص وهسيبهم بقى على جمع هنا الكيكة بتاعتنا كانت استويت ودي يعني قعدتها لتاني يوم فلفتها كده في الستريتش ريب علشان خاطر ما تنشفش وهنا بقى تاني يوم انا هقطعها معيك واشتغل بي الكيكة طلعة نجحة جدا طرية مش محروقة هو لونها كده مش يعني هي مستوية ولازم تسيبها في الفرن بتاعتك لحد ما تتأكدي تماما ان هي استويت بتأكد ازاي بعصاية الشيش كده بدخلها فيها لو طلعت نضيفة بتبقى خلاص من جوه استويت لو طلعت لسه فيها اي بواقي منها او حاجة بتبقى لسه مستويتش فبتسيبيها قعدت معي في الفرن زي ما قلتلكم ساعة ساعة بالزبط هنا بقى ده انا كده بقطعها تاني يوم بتقطع معي سهلة جدا ومشاء الله عليها طلع نكحة انا هقطعها هنا يعني عملتها سميكة شوية علشان انا عايز اعملها دورين بس الطبقة التالتة دي ممكن ان انا استخدمها اعملها طبقة تالتة ولكن انا مش عايز اعملها تلات طبقات انا هعملها طبقتين بس والوش ده هعمل بي حاجة تاني هنا بقى ده الجناش اللي احنا عملناه مع بعض ده التاني يوم شايفين بقى عامل ازاي ممكن ان انت تحطيه وتشكليه بقمع كده يعملك وردات او حاجة لو وصلت معي لحد دلوقتي يعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعل الجرس هنا بقى هنعمل مع بعض الحشوة اللي هنحشي بيها حطيت معلقة من الكريم باستري وحطيت كوباية من كريم شونتي الخام وكوباية مية متلية هضرابهم بالمضرب وطبعا انا عندي الكريم شونتي خام فمعلهوش سكر ولا حاجة في الوقت ده ممكن ان انت تحطي عليه ثلاث معالق من السكر او حسب رغبتك انت ولو انت عايزاي بالشوكولاتة هتحطي كاكاو يعني هتحطي كاكاو خام وهتحط السكر زي ما انت عايز ولكن انا النهار ده هستخدم معاكو الجناش اللي احنا عملناه هلوم بي الكريم شونتي وكمان هستخدمه كسكر لان هو طبعا شوكولاتة فمسكر هنا حطيت الكريم شونتي زي ما انتوا شفتوا كوباية وعليها كوباية مية ومعلقة من الكريم باستري ولكن هي محتاجة مية كمان شايفين عاملة ازاي طبعا المفروض ان انا احط مية للباستري كريم معلقة على قدو انا حطيت هنا ربع ربع كوباية من المية المتلجة كمان وحطيت بقى الجناش بتاعي زي ما انتوا شفتوا كده وهفضل احط جناش لحد ما تاخد اللون والطعم اللي انا عايزيه او بمعنى اصح السكر اللي انا عايزيه يعني انا عايزها مسكرة او لأ فانا هتحكم من الجناش اللي انا بحطه على الكريمة خلاص الكريمة بتاعتي اتضربت وبقيت زي الفل تعالوا بقى نشكل الفج بتاعتنا هحط كده جزء من الكريم علشان خاطر الكريمة بتاعتي تمسكلي التورطاية على القلب تمام حطيتها بقى طبعا على القاعدة كده زي ما انتوا شايفين وهحط بقى عليها الشربات بتاعي انا ده عندي شربات عادي جدا من اللي بس ابي كنافة او الجلاش او كلام ده وحطيت عليه خففته بشوية مية وبقى عامل زي المية اللي بسكر كده وبعدين سقيت به وهحط بقى الكريمة بتاعتي وابتدي ان انا اجلس احشي الاول وبعدين اجلس التورطاية اجلسها يعني ايه يعني اديها طبقة من الكريمة تبقى مستوية ومغطيها تماما خلاص هنا بقى حطيت كده من جوة حطي الكريمة بتاعتك زي ما انت عايزة تكتري او تقليلي دي بتاعتك بس يعني خليها في المعقول علشان يعني ما تبقاش دايب قوي تمام هحط بقى الطبقات كده وانا مش هحشيها حاجة لاني انا هستخدم حاجة بعد كده هتديها طعم يعني مسكر قوي فمش عايزة ان انا يعني ابالغ في الحشو بتاعها فمش هحشيها حاجة خلاص كده بقى انا حطيت كل الطبقات بنفس الطريقة اللي انتو شفتوها وبعدين هجلس بقى الطرطية من بره كده واساوي الوش بتاعها بمعلاقة او اسباتولا او او اي حاجة عندك ممكن ان انت تساوي بيها طبق من اللي هو الفل ده تقدر ان انت تقطعيه وتعملي يعني تشلي الحواف بتاعته وتقدر تشكلي بيه او اسباتولا او معلاقة اي حاجة من دي هتديكي يعني تعمل معاك تخليها سطحها مستوي هنا ده الجناش بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض بس طبعا كان جمد انا هنا بستخدمه تاني يوم ففكيته كده ازاي حطيته في الميكرويف لمدة 30 ثانية في 30 ثانية لحد ما اخدت يعني القوام اللي انا عايزيه لحد ما ما فكي من بعضه خالص طبعا هحط بقى على الحروف الاول وبعدين هبتدي ان انا هحط في النص وهخل اغطي الترطاية كلها زي ما انتوا شايفينها كده هنا بقى اخدت جزء من الوش بتاع الترطاية وفرفدته كده باديه وهبتدي ان انا احطه على الحروف علشان يديني شكل تحفة في الاخر هتشوفوه هيعجبكو جدا كان طعمها حلو جدا يعني ما شاء الله بجد كان طعمها حلو جدا دي ترطة عيد ميلاد كريم ابني وكمان هستخدمها بقى معاك وقولكو ان انتوا تعملوها يوم رأس السنة تعمليها لأولادك في عيد ميلادهم حلوة قوي هنا هقطع بالسكينة يعني من فوق لتحت وبعدين اشد البرة تمام وبعدين مش هرجع استخدم السكينة تاني قبل ما اخسلها ولما اخسلها بقى هخسلها بمية تكون مية سخنة علشان لما اجي اقطع الجزء التاني لان انا هقطعها على تمانية ما تدينيش شكل مش كويس شايفين هنا بقى قطعتها خلاص وهبتدي اجيب اي حاجة ممكن تزيني بيها الجناش اللي احنا عاملينه ممكن ان انتي تعملي الوردات دي بيه انا هنا استخدمت مربة الحليب طعمها حلو جدا كانت مخلية التورطية كمان حلوة قوي بجيبها من عندي بيع مستلزمات الحلويات حلوة قوي ومش غالية ولا حاجة وفي الاخر بقى التورطية بتاعتنا شكلها بالشكل الحلوي ده يارب تكون عجبتكم وصراحة كانت طحفة ان شاء الله تعملوها وتجربوها وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانت طيب يا كيمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معاكم مونة الشزلي اشتركوا في القناة